اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ونلتقي بكم في حلقة جديدة ببرنامجكم حديث عراقي في بداية الأسبوع الماضي الأسبوع الأول من هذا الشهر حقيقة مجلس النواب الحالي وضع في منهجه في برنامجه مناقشة قانون الخدمة الإلزامي خدمة العلم هكذا سميه قال إنه هذا 66 مادة وهذا الموضوع الحقيقة موضوع قانون الخدمة الإلزامي خدمة العلم يثير الكثير من الأسئلة كثير من من الشكوك في وقت تطبيقه في وقت طرحه لماذا طريحه الآن؟ بعد 20 سنة عام 2003 لم يفكروا فيه هذا كان حديث مجرد حديث لكن بعد 20 سنة الآن يعني شرعون قانون يبدون يناقشون الخدمة الإلزامية يعني ماذا الآن؟ حقيقة ولضع العراقي في أسوأ حالاته يعني حياة في العراق تحتاج إلى معالجة الزامية في التعليم معالجة الزامية في الخدمات معالجة الزامية في الخدمات الصحية في الخدمات العامة معالجة الزامية في الاستقرار السياسي والأمني معالجة الزامية في الرفاهية معالجة الزامية للفقر معالجة الزامية للبطالة كل هذه تحتاج إلى معالجة الزامية إلى استقلال العراق إلى سيادة العراق إلى هوية العراق معالجة الزامية هوية العراق أنت تحتاج إلى هوية للعراق قبل أن تتحدث عن جيش تتحدث عن الزامية مشكلة كبيرة ثانيا الجيش شكله بطريقة غريبة عجيبة وكلهم يعرفون الأمريكان جاءوا في عام 2003 واصدروا قرار مع كل القوى التي تحكم العراق في العملية السياسية الآن وفي 2003 نفس القوى اتخذوا قرار بموافقة هذه وترحيب هذه القوى وهللوا له بحل الجيش السابق وتشكيل جيش سمية جيش العراق الجديد في ظل تسمية العراق الجديد وهذا الجيش كان من ميليشيات وعمادة بالأساسي كانت ميليشيات بدر حقيقة كانت أول ميليشيات وهي من بدأت وبعد ذلك تسللت إليه الميليشيات لغاية 2014 عام 2014 عندما خسرت جيش معركة المؤصل وخسر المعافظات وغربوا الجيش أمام ثلة قليلة من داعش وإذا به مصدرون هذه الفتوى من المرجعية فتوة الجهاد وهذه الفتوى الكفائي الجهاد الكفائي اللي سميت وهذه الفتوى تحت تشكيل أو لم أو وضع الميليشيات في بودقة خاصة في إطار خاص سمية الحجد الشعبي وإذا بالعملية تعكس يعني في عام 2003 ومن بعد بقايا الجيش دمجوا بها الميليشيات بقايا من قبلوا بهم دمجوا بهم الميليشيات في عام 2014 دمجوا بقايا الجيش بالميليشيات وصار جيش ميليشياوي حقيقة وليس له أي دور الحقيقة دورة ربما ضد الشعب لكن دورة في حماية الحدود في ترسيخ السيادة في الاستقلال في ترسيخ الهوية الوطنية هذه كذبة كبيرة لا وجود لهذا الموضوع نهائيا وبدليل أن صراع ميليشياوي حصل في المنطقة الخضراء في المنطقة العاكمة بالعراق لم يتدخل الجيش استمر الصراع يوما كاملا ليل كله والصراع بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة لم يتدخل أحد من الجيش هذا واقع الحال والميليشيات تستعرض في الشارع ولا يتدخل الجيش والجيش مجرد اسم و يعني منظومة هناك من يدعي أن هناك قائد عام للقوات المسلح وهو مسؤول عن الجميع وهذه كذبة كبيرة حقيقة فبالتالي هذا ما يحتاجه العراق من خدمة الزامية يحتاج إلى تعليم الزامية يحتاج إلى خدمات صحية الزامية يحتاج إلى استقلال الزامية سيادة الزامية ضبط للسلاح الزامي استقرار سياسي وأمني الزامي يحتاج كل هذا إلى الزامي الآن ذهبتم إلى خدمة العلم بعد 20 سنة مما عرفه ويعرف واقعيا في السياسة الطائفية في سياسة التمييز في سياسة إخلاء المناطق في سياسة تحجير الناس وقتلهم يعني واضح جدا كانت هذه السياسة كيف فعلت وماذا فعلت وبالتالي في بلد البقالة ب 65% أكثر ربما والذي يريد أن يجد له وظيفة يذهب إلى الميليشيات يعني ماكو غيرها لأنه لا صناعة ولا زراعة ولا تجارة خرج الجامعات سنويا يزدادون ويقفون في طوابير العاطلين على العمل ويذهبون إلى الهجرة هذا واقع الحال وبالتالي الآن بعد التغيير الديمغرافي يريدون أن يبنوا جيشا جيشا آخر بصيغة الخدمة الإلزامية كيف يمكن هذا يقولون أنه له توازن يعني رئيس البرلمان الحالي محمد حلبوسي يقول أن المضي بتشريع قانون خدمة العالم يضمن إعداد جيل من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة يعني هذا الشباب من 2003 إلى حد لا قدر على مواجهة مصاعب الحياة ملم بالحقوق وَالواجبات وأن هذا الجيل سيارح من عام 2003 إلى حد amp هذا الكلام يقول comme large Hitchi متحفز لحفظ الدولة وهذا جيل الموجود غير متحفز للحفظ الدولة وسيادتها ويسهم في تحسيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهوية الوطنية إذن أنتم تعترفون تقولون أن الجيل الموجود الآن منذ عام 2003 يعني ما منضبط ولا ملتزم بالهوية الوطنية وتريدون أن نسوون جيل للخدمة الإلزامية منضبط بهذه القضية كيف ذلك؟ ما هي أولا يجب أن تكون للبلد هوية هوية للمجتمع لهذا العراق هوية سلبتوها وين هوية العراق؟ وين هوية الشعب العراقي؟ ما هي هوية الشعب العراقي؟ يعني ما هو توصي في الشعب العراقي رئيس للدولة الرجل وهذا نحن لسنا ضد الأكراد الأكراد أخوتنا وهذا وطنهم مثل ما هو وطننا لكن هو يقول أن العرب لا يستحقون أن يحكموا العراق وكل واحد عربي يجيبوه يحكموا العراق هو قاتل وسارق وناهب ومميز ومؤذي ودموي هكذا يقول وهو رئيس لدولة تسعين بالمئة من أدها من العرب وهو غير مؤمن بالشعب فبالتالي كيف تصنعون جيشا مؤمنا بالبلد هذا وبهذه الطريقة التي تتخلون عنها؟ ولماذا الآن؟ يعني مثل مثل الإحصاء السكاني بالتعداد العام للسكان لماذا تجاهلتم من قطوان هذه السنوات وانتم دخلونا انتخابات لماذا؟ هم لم يتجاهلوا يعني لم ينسونه لا هم تجاهلوه بغاية يعني مع سفق الإصراع يريدون أن نصفوا الوضيع وبالتالي عندما يجرون التعداد للسكان يكون النتائج لصالح مشروحهم هذا الوضع وبالتالي الهوية التي سيكتسبها العراق بناء على هذا الأحصاء هي التي يريدونها وهذا نفس الشيء الهوية التي يريدونها للعراق وللجيش لهذا الجيش الذي يريدون أن يؤسسه يجب أن تكون هوية تخدم مشروعهم هذا هو وضع العراق فبالتالي يذهبوا إلى توفير الخدمات توفير هوية للعراق توفير سيادة للعراق استقلال للعراق وفروا الخدمات وفروا العمل وقلوا للبطالة قلوا للفقر الوضع الصحي علجوا وفروا كل الخدمات وفروا الوظائف وبعد ذلك يبحثوا عن قانون ما تسمونه قانون خدمة العلم أولا احترموا العلم وبعدين دوروا قانون لخدمة هذا العلم العلم يحتاج إلى إطار منظبط أساسا حتى يكون به هذه الرمزية للعلم العلم غير محترم بوجودكم لأن أنتم تحترمون العلم لم تحترموا والعلم رمزية للشعب وأنتم لا تحترمون الشعب هذا واقع الحال أترككم بخير أعزائي المشاهدين وقت هذه الحلقة قد انتهى ألتقلكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استوجعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة